تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان ودول الجوار بتقديم أكثر من ملياري يورو لدعم السودان وجيرانه وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتقديم 350 مليون يورو في حين التزمت فرنسا وألمانيا الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب أكثر من مليار يورو تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان ودول الجوار دعم مالي دولي مرتقب في ظل استمرار الأزمة في السودان والتي تدخل اليوم عامها الثاني وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتقديم 350 مليون يورو في حين التزمت فرنسا وألمانيا الدولتان المشاركتان في رعاية المؤتمر بتوفير 110 ملايين يورو و244 مليون يورو على الترتيب وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 147 مليون دولار وبريطانيا 110 ملايين دولار وفي كلمته بختام المؤتمر الذي ضم أطرافا مدنية سودانية أكد الرئيس الفرنسي مانوال مكرون على ضرورة تنسيق الجهود الدولية غير الناجحة حتى الآن لحل النزاع ووقف الدعم الأجنبي لطرفي الصراع وأدت الحرب بين الجيش وقوة الدعم السريع إلى تدمير البنية التحتية ونزوح أكثر من 8 ملايين ونصف مليون شخص وقطع الكثير من الإمدادات الغذائية والخدمات الأساسية وتسعى الأمم المتحدة للحصول على 2.7 مليار دولار لتوفير الإمدادات لنحو 25 مليون شخص في حاجة للمساعدة هذا العام كما تسعى المنظمة الدولية أيضا إلى جمع 1.4 مليار دولار أخرى لمساعدة البلدان المجاورة التي تأوي مئات الآلاف من اللاجئين